هذ القاتل والمساهمين والمشاركين معه يستحقون بالفعل عقوبة الإعدام أو السجل المؤبد أصابنا ذلك بالآلم كما أصاب جل المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارجة بمجموعة من الجرائم أبرتها القتل عمد مع سبق الإصرار وتكوين عصابة إجرامية والفرار وغيرها من المتابعات إذن مرحبا بالمشاهدين الكرام في مناقشة قضية مقتن الدكتور بدر رحمه الله وأسكنه فتيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق في الحقيقة عندما تلقينا منذ وفاة الدكتور بدر وقتله عليه المجرمين وقتل أصابنا ذلك بالآلم كما أصاب جل المغاربة سواء داخل أرض الوطن أو خارجة وفي هذه المناقشة سنتطوره في التحليل والدراسة لهذه القضية لما بعدها المتابعة التي سطرتها النيابة العمق في شخص الوكيل العام المالي في محكمة الاستئلاف إذن فمتابعة النيابة العمق تابعتهم بمجموعة من الجرائم أبرتها القتل عمد مع سبق الإصرار وتكوين عصابة إجرامية والفرار وغيرها من المتابعات إذن ما يجب أن نفهم الآن بعد هذه المتابعة لأن القضية وظروفها معروفة إذن نحن أمام ما يسمى بالتعدد المادي للجرائم بمعنى أن هناك مجموعة من الجرائم وفصول متابعة لها والقانون يقول بأن العقوبة تكون عقوبة الجريمة الأشد واللي هي لا شك القتل العمد مع سبق الإصرار والتي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبت حسب الأحوال فالعزم والتصميم على ارتكاب الجريمة هو تابس من خلال وقائع القاضية بالإضافة إلى ذلك هناك ما يسمى بالتعدد المعناوي بمعنى أن فعل واحد يقبل مجموعة من الأوصف في هذه الحالة فإنه يوصف بأشدها وهنا نكون أمام حالة أخرى من الحالات التي يرحق للنياب العامة أن تقيف بها الوقائع المضمنة في محضان الضابط القضائية بالإضافة إلى أنه قد ظهر مجموعة من الضحايا الآخرين بمعنى أن هناك ظهرة أدلة جديدة وفي هذه الحالة فإنه في حالة وجود أدلة جديدة وضحايا جدود يمكن لنياب العامة أن تعيد أو إعادة فتح التحقيق حيث أنه ظهور أدلة جديدة يعطي الصلاحية للضحية بأن يعيد أو أن يطلب من الاقصيد قاني التحقيق بإعادة فتح التحقيق والبحث بالنسبة للضحايا الآخرين من جهة أخرى فإنه على ذوي حقوق الهالك أن ينجزوا رسم إعادة وأن ينتصبوا مطالبين بالحق المداني بعد تكليف الدفاع محامي أو محامية بالانتصاب مطالبين بالحق المداني أمام السيد قاني التحقيق سواء أثناء التحقيق الإبتدائي أو التحقيق التفصيلي بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب على الدفاع لا يتجه في اتجاه حيث التسير لأن حوادث التسير كما ينظم هذا هي 14 أكتوبر 1884 بالنسبة للحوادث التي ترتكبها العربات ذات محرك فهي لا تعتبر مشمولة بالضمان إلا في حالة الأخطاء أو القتل خاطئ أي في حالة وجود خاطئ أثناء ارتكاب الجريمة أما في هذه الحالة فإن الجريمة قد ارتكبت بالعرب بمعنى أن السيارة تعتبر مجرد آدات لارتكاب الجريمة وهي مستثنة من الضمان بحيث أن شركة التأمين لن تعوض الضحايا أو دوي حقوق الضحايا باعتبار واقع بما سابت حيث تسير وإنما على الدفاع أن يتوجه بالمطالب المدنية للتعوض عن ضرر المادي والمعناوي الذي يلحقهم مما في ذلك الأسى والآلم والحزن الذي أصاب دوي حقوقه أن يتوجه بها رأسا إلى المتهم سواء هذا المتهم الرئيسي باعتباره الفعل الأصلي أو الآخرون الذين معوا باعتباره المساهمين أو مشاركين في الجريمة تبقى لمقتضيات المادة من القانون المسطرة الجنائية إذن في هذه الحالة لا ينبغي الانتصاب أو لا ينبغي سلوك الدعوة المدنية التابعة للدعوة العمومية مواجهة شركة مين والتماس إحلال شركة مين بأداء تعويضات لفائدة دوي حقوق الهالي حسب النسب المقدرة لهم في هذا الظاهر المتعلق بالتعويض عن المصاب المحاولة اللواء 10 أكتوبر 1984 وإنما يجب أن تتوجه المطالب مباشرة في مواجهة المتهمين وذلك كما قلت بعد إيجاز رسم إيراتا تبين عن طريق عدل منتصب الإشايد تبين الولاة الحقيقيين الذين لهم الحق في التعويض وبالنسبة لهذه الحالة فإننا نعتبر بأن هادمين سيمر أمام قادة التحقيق سواء في التحقيق الإبتدائي أو التفصيلي وأنه سواء بعد التحقيق وبعد البحث مع وتعميق البحث سواء بالنسبة للضحية بدر أو لبقي الضحايا الآخرين الذين ظهروا في الميل جديدا فإنه بعد انتهاء التحقيق سيحايل الميل على الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف لتباشر المناقشة وتكون قناعتها بأن هاد القاتل والمساهمين والمشاركين معاه يستحقون بالفعل عقوبة الإعدام أو السجل المؤبد وذلك نظرا لفضاعة الفاجعة وفضاعة الأفعال ومشاعة الجريمة حيث أن هاد القاتل قد متل بالجتة وعزم وكانت له إرادة قوية وإدراك نحو ارتكاب وتحصيل النتيجة الإجرامية والتي هي إزهاق روح المجنية عليه بالأخير نسأل الله سبحانه وتعالى لذا ويحقق لهذه السبر والسلوان ونتأل الله سبحانه وتعالى للدكتور بطر الذي كان وليس إنسان عادي أو إنسان دون مستوى هو دكتور وله مستوى تقافي وكان يفيد البالات وكان ينفعل الأمة في التطور وكان يكون رجل صالح لبو شبع اللي يرزق الأسرة ديانو سواء الصغيرة أو الكبيرة سواء العائلة ديانو وسواء المغاربة في هذا الدكتور الشام الذي كان له طموح وآمال كبيرة وهذا القاتل والشركاء والمساهمين ديانو يجب أن ينالوا أشد العقاب لأن الفعل الفعل مشيع كما رأينا في الفيديو لتطور ديانو وهو يستحق عقوبة مشددة ونسأل الله وفي الأخير أن يحشره الله مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وشكرا اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك